اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله ونحن نعيش في هذه الأيام الطيبات المباركات أغتنم الفرصة لأذكركم ونفسي بأن في مثل هذه الأيام أقرب ما يكون العبد من ربه فيكون في حالة إيمانية لا يكون في مثلها في باقي الأيام أو في غيرها من الأيام العبد بحاجة إلى تجديد العلاقة مع الله تبارك وتعالى إلى ترميم العلاقة مع الله تبارك وتعالى حتى يكسب رضا الله لماذا؟ لأن الغاية من عبادة الله تبارك وتعالى أن يحصل العبد على رضا الله تبارك وتعالى ما هي الوسائل التي تجعلنا نقترب من الله تبارك وتعالى؟ لقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن أحب الأشياء إليه قال الله تعالى في الحديث القدسي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا افْتَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ هذه الأعمال التي نفعلها لنجعل الله تبارك وتعالى راضٍ عنا فما هي الأعمال التي تجعل الله تبارك وتعالى يحبنا في تكملة الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا فعلت هذه النوافل قد أحبك وإذا أحبك قد سدد سمعك وبصرك ويدك ورجلك فلا تمشي في معصية الله ولا تكسب إلا ما رضيه ولا تنظر إلا لما أحله الله تبارك وتعالى ولا تستمع إلا لما يرضي الله تبارك وتعالى فتكون السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وعنده من المرضيين إنه ولي ذلك ومولاه والحمد لله رب العالمين